للمزيد من المتابعة تنظم إلينا من القدس المحتلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية دانا مرحبا بك سأناقش معك هذه الإجراءات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ومسألة التجهيز لهذا القانون الذي يحرم منفذي الهجمات من الجنسية ما تفاصيل هذا القانون هل من تفاصيل حوله وما الذي يعنيه نعم هذه بالسياسة القديمة الجديدة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد منفذي عمليات داخل القدس أو حتى في داخل الخط الأخضر لربما ما فتح هذا الملف مجددا هو الإفراج عن كريم يونس بعد إمضاءه وقضاءه 40 عاما داخل سجون الاحتلال الذي طالب فيها ما يسمى وزير الأمن القوم الإسرائيلي إتمار بنكفير من وزارة الداخلية بسحب الجنسية الإسرائيلية منه بحجة عدم الولاء لدولة إسرائيل كانت الحكومة الإسرائيلية قد ناقشت هذا الملف خلال اجتماعاتها المتتالية إلا أن ولربما بعد العمليات الأخيرة في مدينة القدس والأحداث المتصاعدة هناك عاد هذا الملف من جديد إلى الطاولة حيث طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو من وزير الداخلية من التجهيز لهذا القانون بسحب الجنسية من مواطني الداخل الفلسطيني المحتل أو حتى الإقامة المعطى للفلسطينيين داخل القدس الشرقية كونهم لا يحصلون على الجنسية الإسرائيلية ولكن فقط الإقامة لربما هذا القرار كما قال محللون هو جزء من سياسة انتقامية أو سياسة العقاب الجماعية لردع الفلسطينيين عن إقامة عمليات كهذا وطبقت هذا على أرض الواقع مع الأسير المحرر صلاح الحموري بعد سحب الجنسية والإقامة الفلسطينية المقدسية منه ونفيه إلى فرنسا هذه جزء من الردود القوية التي كان قد أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأنه سيكون هناك رد قوي وشامل وسريع ضد كل منفذي هذه العمليات لربما أولها وليس آخرها هي سحب الجنسية والإقامة نعم بالفعل دانا هناك أيضا إقراءات أخرى قامت بها الحكومة الإسرائيلية عدد من الإقراءات ردا على الهجومين يعني لو سألتك فيما يخص الاعتقالات وإلغاء حق الضمان الاجتماعي وكل هذه الإقراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية كيف يبدو أن عكاسها على الأرض؟ نعم منذ هبت القدس عام 2014 تسعى حكومة الاحتلال إلى صحب الضمان الاجتماعي المخصصات المالية التي تعطى للعائلات في مدينة القدس كحال عائلة الشهيد قنبر وغيره من عائلات خاصة عائلات سكان جبل المكبر جنوب المسجد الأقصى المبارك بصحب الضمان الاجتماعي بصحب الجنسية أو إبعادات أو فصل وقطع لمشمل العائلات ونفيهم إلى الضفة الغربية هذا جزء من سياسة انتقام جماعي وعقاب جماعي إلا أن هذه الأمور لا تؤتي أكلها كما قال محللون فلسطينيون هنا لأن كثرة الضغط على الفلسطينيين تولد هذا الانفجار ما يقومون به المستوطنون في بحات المسجد الأقصى ما قام به الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين انعكس على أرض الواقع في داخل القدس المحتلة لذلك كان هناك جملة من هذه التصعيدات بحق الفلسطينيين خاصة مدينة القدس لسيما تسريع وتسهيل حصول المستوطنين على الأسلحة والتجول فيها في مدينة القدس لسرعة الرد كان إتمار بن كفير وزير الأمن القومي قال أنه يجب علينا إقامة وتأسيس وحدة جديدة تسمى الأمن الوطني الذي يكون مدرب مخصصا لمواجهة الإرهاب هذا جزء من الردود القوية التي كان قد أعلن عنها عقب العمليات الأخيرة عدا عن دعوات وزير الطاقة ووزير المالية الإسرائيلية بإغلاق بيوت منفذي العمليات أو حتى وصل فيهم الأمر لحصار المناطق داخل شرق مدينة القدس وخير مثال على ذلك ما حدث في مخيم شقاط الأشهر الماضية بحصار هذه المنطقة للضغط على أهليها وعلى أهالي الشهداء هناك نعم أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات وهذه التفاصيل دانا أبو شمسية مرسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة شكرا جزيلا لك